اكد سعادة السيد اسامة بن احمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية ان مملكة البحرين تزخر بالكفاءات التي تسهم في الارتقاء بالعمل الاجتماعي عبر تبني المبادرات والاسامات التي ترسخ مسيرة العمل التنموي في مملكة البحرين وتدفع بها الى مستويات ارحب من التنافسية والاستدامة جاء ذلك خلال تكريم الشخصيات والمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الاهلي ضمن استضافة وترأس سلطنة عمال الشقيقة للاجتماعات التاسعة عشر للجنة اصحاب المعالي وزراء الخدمة المدنية والعمل والاجتماعات التاسعة للجنة اصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجية وثمن وزير التنمية الاجتماعية تكريم سمو الشيخ حصة بن خليفة اهل خليفة رئيس مجلس ادارة مؤسسة انجاز البحرين ضمن فئة الشخصيات الرائدة في العمل الاجتماعي ونيل سموها الوسام المستحق عن جدارة نتاجا لاساماتها البارزة نحو تعزيز مسيرة العمل الاجتماعي كما هنأ العصفور جمعية التعافي من المخدرات وشركة المن والبحرين البات لتكريمهما ضمن فئة المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي وقال ان هذا التكريم يعد تكريما لمملكة البحرين وانجازا يضاف الى سلسلة انجازات المملكة في مجالة التنمية الاجتماعية لافتا الى ان المستوى التكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والاهلية يشكل حجر الاساس لتنمية المجتمع وخدمة كافة فئاته وشرائحه المختلفة